ملعب المونديال يضج بالحياة وكرة تأليف الحكومة تستريح في الملعب اللبناني العالم مشغول اليوم بكرة المونديال الساحرة ولبنان الذي يتمثل برئيس حكومته المكلف في العرس الكروي ركن كرة تشكيل الحكومة الملتهبة على الرف بانتظار أن يقضى الأمر وتأتي كلمة السر السحرية ربما من ما وراء الحدود وكان لافتا اليوم اللقاء الذي جمع في بيروت الوزير ملح مرياشي والوزير غطاس خوري وتحديدا في وزارة الثقافة ونقشت في خلاله عقد الملف الحكومي بموازات لقاءات الضرورة لتقطيع الوقت الضائع حكوميا يتم ملء الفراغ الداخلي بإشغال البلد بملفات أقل ما يقال فيها إنها مشبوهة على ما حصل تحديدا في فضيحة مرسوم التجنيز الذي طعن به اليوم الحزب الاشتراكي أمام مجلس شورى الدولة مطالبا بإبطاله كليا أما على خط أزمة النزوح السوري فسفراء دول مجموعة الدعم الدولية للبنان قصدوا قصر بعبدة واستمعوا إلى رئيس الجمهورية الذي كرر على مسامعهم استحالة انتظار الحل السياسي في سوريا لعودة النازحين السوريين على خط فضيحة سيول راسب علبك وفي اليوم الثاني لوقوع الكارثة بدت الدولة مستنفرة لمعالجة النتائج لا الأسباب فأعمال مسح الأضرار بدأت والوعود قاطعة بالتعويض على المتضررين خلال أيام التعويض برجات التعويض برجاته نهاية نهاية نهايد showed